عندنا طبعا أكثر من خمسة مليون أسرة الدولة مش بس بتحاول تساعدهم من خلال معاش تكافل وكرامة ولكن الدولة كمان بتهتم بيهم لأنه يمكن الخمسة مليون دول أو أكثر من خمسة مليون يعني ما عندهمش غير هذا المعاش يعني إما حتلاقيهم بسطاء الحال أو بيشتغلوا في مهن بسيطة وبالتالي المعاش ده هو اللي يعني يأمن لهم أنهم يعيشوا بكرامة وبيكون بتكافل كمان من الدولة الحاجات دي قد إيه زي لما أنت بتيجي تبص فيها يعني لما تيجي تشوف الدول وتشوف قد إيه هي بتقدم خدمات لمواطنيها دي من أهم الأشياء أن أنت زي ما بتهتم بالمواطن البسيط اللي هو يعني حاله بسيط وأنه تقدر أنت كمان يبقى عندك بياناته أو أنت تبقى عارفه وده اللي حصل بشكل كبير في الدولة بشكل مختلف فالمستفيدين الحقيقة من معاش تكافل وكرامة صرفوا مستحقتهم عن شهر يونيو وده وفقا للموعد المحدد من قبل وزارة تدامن الاجتماعي الزيادة المقررة طبعا اللي موجودة بالنسبة 25% تم تطبيقها في شهر إبريل الماضي للعدد اللي قلنا لحضراتكم عليه اللي هو 5.2 مليون أسرة وده طبعا تبقى وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي